المغرب وإسبانيا علاقات تعاون وثيقة على مختلف الأسعدة وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني في القضايا ذات الاهتمام المشترك للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من غرفة الأخبار زميلنا عبدالله أحمد أهلا بك عبدالله أهلا بك جوهرة مساء الخير مشاهدين نتعان تحدث دوما عن هذا التعاون إلى أين وصل عبدالله بين الطرفين جوهرة مع الإعلان عن تفكيك خلايا رهابية في المغرب أو في إسبانيا يظهر التعاون الوثيق بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية ونسجل هنا تجنيد تنظيم داعش لمتطوعين مغاربة للقتال في سوريا والعرق ما استدعى مزيدا من التنسيق الأمني ويؤكد البلدان في أكثر من مناسبة على التعاون الوثيق القائم بين قوى ومصالح الأمن الإسبانية والمغربية في مجال مكافحة الإرهاب بعد أن وضع البلدان استراتيجية تنبني على القيام بجهود استباقية ومكافحة التهديد الإرهابي الذي إذ طابع الجهادي ويشمل هذا التعاون تبادل للمعلومات وتحقيقات مشتركة ضد أهداف المشتركة عبدالله تحدثت عن هذه اللجنة الأمنية المشتركة نريد مزيد من التوضيحات وماذا عن تنظيم هذه الملتقيات على المستوى الرفيح إلى جانب التنسيق اليومي والإجراء عمد البلدان إلى تنظيم ندوات علمية أمنية مشتركة للتفكير في التهديدات المشتركة ولذلك انعقدت ندوة بمدينة قرطب العام 2013 وعلى إثرها تم تأسيس اللجنة الأمنية الاستراتيجية بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للشرطة الإسبانية وتلا ذلك ندوة ثانية بمراكش تم خلالها الاتفاق على وضع مخطط عمل ثنائي برسم السنة الحالية في مجال التكوين والمساعدة التقنية مع التنصيص على خلق دينامية في قنوات التواصل بين المصالح الأمنية للبلدين لتبادل المعلومات ذات الطابع العملي والإستراتيجي هذا وتنظم إسبانيا ملتقيات لمراكز الأبحاث التي تعنى في جانب منها بالأمن وتضم خبراء وأكاديميين ومدنيين وعسكريين تناقش التحديات الأساسية في مجال الأمن بالمنطقة بمشاركة وفود عن المغرب وهو ما يمثل وجها من أوجه التنسيق العالي بين البلدين وتعزيزا للتعاون والشفافية والثقة التي تجمع الممثلين الحكوميين والخبراء في ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط الإسبانيا تؤكد دائما هذا التأكيد الواضح البين على أهمية التعاون بين ضفتي المتوسط صحيح لقد فرض تهديد القاعدة والآن تهديد داعش التعاون المشترك وهنا تؤكد الحكومة الإسبانية على أهمية التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التهديد الإرهابي في منطقة الساحل وتركز على دور المغرب وكيف أن على الاستراتيجية الأوروبية المشتركة أن تستعين بالرباط وهنا تدعو إسبانيا إلى تحسين التنسيق بين أجهزة الاستخبارات وقوة الأمن ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وإلى إقامة علاقات متميزة مع بلدان كالمغرب من بين ما أفرزه هذا التعاون الوثيق إقامة مركزين اثنين للتعاون عبدالله سهمت عزيز التعاون الأمني بين البلدين أو توجى بأحداث مركزين للتعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يوجد الأول بميناء التنجر المتوسط والثاني بميناء الجزيرة الخضراء ويهدف هذن المركزين الأمنيين إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الجريمة وسيتولى هذن المركزين مهمة تعزيز التعاون العبر الحدودي في المجال الأمني والوقاية والتنسيق لمحاربة الإرهام والجريمة العابرة للحضر هذا كل شيء جوارا شكرا جزيلا لك عبدالله